يتوالى وصول المساعدات الى اليمن في اطار الهدنة التي اعلنتها قوات التحالف لاتاحة الفرصة لوصول المعونات والمساعدات الطبية والغذائية لتخفيف المعاناة عن الشعب اليمني السعودية كانت قد خصصت اكبر دعم اغاثي وصل الى 540 مليون دولار كما ان انشاء مركز الملك سلمان للاغاثة والاعمال الانسانية الخاص باليمن سيسهم بشكل كبير في دعم وتنسيق الجهود الاغاثية وكانت قطر قد اعلنت عن ايصال 120 طن من المساعدات المتنوعة هي الثانية لها خلال يومين يتم نقلها بحرا من جبوتي الى اليمن كما اعلنت الكويت عن ارسال طائرة اغاثة الى مطار شرورة في جنوب السعودية تحمل 40 طن من الادوية والمواد الطبية عبر جمعية الهلال الاحمر الكويتي يتم تسليمها الى لجنة الاغاثة اليمنية لتوزيعها على المستشفيات وتأتي هذه الخطوة بعد ابحار باخرة كويتية محملة بالمواد الغذائية لتوزيعها في جزيرة سقطرة والتي تعتبر منطقة شبه معزولة بعد انقطاع الرحلات الجوية اليها وكانت سفينة مساعدات اماراتية قد ابحرت الاسبوع الماضي محملة ب650 طن من المواد الغذائية و180 طن من الادوية والمستلزمات الطبية والتي من المقرر ان يتم توزيعها بالتنسيق والتعاون مع المنظمات الانسانية الاقليمية والدولية الموجودة في اليمن المنظمات الدولية تعمل ايضا على استغلال فترة الهدنة الانسانية حيث اعلن برنامج الغذاء العالمي عن وصول سفينة الى ميناء الحديدة تحمل 250 الف لتر من الوقود والامدادات اللازمة لمنظمات انسانية اخرى بالاضافة الى سفينة اخرى وصلت المياه الدولية محملة ب120 الف لتر اضافية من الوقود بدورها اعلنت مفوضية الامم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين انها تعمل على نقل 300 طن من المساعدات عبر ثلاث رحلات من دبي كمرحلة اولى من جسر جوي كبير يهدف لتخفيف العبء عن المتضررين بالاضافة الى توزيع المزيد من المساعدات المتاحة خاصة وان الهدنة تشكل فرصة لتجديد مخزون المساعدات الانسانية لدى منظمات الاغاثة داخل اليمن اشتركوا في القناة